وهلا صار في عانا مسلا تجي حالبالي كانت قبل ما تجي كانت من الطبقة اللي تشتري مجديد احنا الملجأ هون وبلشت شوي شوي الزباين تتعود على سوق البالي تتعود على منطقة الشياح وعلى ثانين خميس بننزل البضاع نحن عم نجيب دقما هي اللي بيسموه دور تو دور الدقما هي بتجي البضاعة كلها بقلب بعضها انو بيجي الكيس مشكل مثلا انو فيه جزدان فيه زنار اي شي بره بالبيوت بره بأوروبا مش عايزينهم او بادمون مساعدات انسانية لناس محتاجين او لمؤسسات خيرية عم تتصدر على لبنان هون ولبنان هون عم تنباع هايدي البلد على حسب عيارات وعلى هوا المصادر تعيتها عم تنباع مثلا اليوم اغلى مصادر للبالي هاي بلجيكا معروف البلجيكي عيارات وجيدي المعامل عندهم جيدي والقلبس اللي عندهم قريب كتير على الزوغ اللبناني يعني فى عندك الباب اول فى عندك بالصيف كريم واحد فى عندك بالشتوي باب اول باب ثانى باب ثالث الباب ثالث اللي هو بقطع يعني تعباني بتبقى مستحلكي وسهى هاي المرة اتنين هتضرب الحب عليك بدك تقول اثنين دولار او ثلاثة دولار اثنين دولار ثلاثة دولار مية وعشرين الف انا بده بيع بميتين بعدها شغلت البالي أنا بعد من أيام إما شغلت البالي أوروبية مثلها بقولي وشغلي إذا بتحط رازك عبتك كاية ما بتشوب ولا بتعمل لك حساسية إنه لو الحقه مبلغ وما بيسوى الزبون بيفضل يشتري من البالي لا سببين فيه ناس بتصد البالي حتى يوفر على حاله وكاتفير مادية كونه في بالات كتير عم تنباع بأسعار رخيصة بأسعار متدنية اليوم عم تقصد البالي كمان للرفاهية لأنه في قطعة كتير أوقات عم تطلع فلتات بالفضاعة إشياء مميزة إذا بدون نشتروها من الأسواب أسعار أضعف مضاعفي زبون البالي زبون بالي يعني ما بيلبس جديد بيجي على نوعية القطعة متانتة جودة هلا بيجي زبون ما فيه يشتري جديد يعني فيه زبونات هلا كتير أجت على البالي ما بتعرف شو هي البالي يقول لك أنه تقريباً أنه يعني إذا 200 ألف عم تأخذ أنت هوني كذا أطعب 200 ألف موفر كتير موفر كتير الكهرباء كان لكتير تأثير كبير بالمنطقة كونه معظم المحلات مع التمدي أو متكلي على الكهرباء بأول شيء كأينارة كوي الألبسي اليوم معظم المحلات عم تنزل الألبسي المستعملة بدون كوي هيدا عم يضعف القيم الشرائية للقطعة اللبس أزمة البنزين إلى تأثير كمان بالموضوع كان أنه صار الزبون اللي بدو يجي على المنطقة عم يعمل مئة ألف حساب لحتى يوصل هون الفرز المناطئي صار له تأثير كمان كان بقاله تأثير له حيز كبير بموضوع أنه زبون من طائفي غير ما عاش عم يجي على هيدا المنطقة كونه هيدا المنطقة معروفة لطائفي غير كل هيدا الأزمات أثرت على سوء الشياح صار فيه تأثير كتير كبير يعني مثلا قبل كنت تجيب غلة لنفرض بالشتي تجيب مليون تجيب مليون ونص اللي مليون ونص اليوم فيه ألف دولار اليوم بتجيب أربع مليون خمسة مليون ثلاثة مليون وسبعمية يتكلم بتعمل مئة دولار